متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وسلمة انا عارفة ان دلفترة دي الفيديوهات مش بتنزل زي الاول كل يوم فيديو معادة يوم الجمعة والسبت بس اعتقد ان انا حرج عليها دي الطريقة القديمة لانما جيت عملت تبروبة وبقيت نزل الفيديو يوم ويوم لأه لقيت ان في مشكلة في الوصول للمتابعين يعني انا كان عندي مشكلة اصلا في ان انا اوصل الفيديو لعدد اكبر من المتابعين وعندي مشكلة كمان في وصول الفيديو لفئة اصلا المهتمية باللي انا بقدمه حاولت ان انا اغير شوية من الشكل اللي بنزل بي الفيديوهات على القناة ولكن لقيت ان الموضوع ملوش علاقة بي ان انا نزل كل يوم او لا بعض الناس قالتلي ان تنزيل فيديو كل يوم ده بيخلي الواحد مشتت مش بيال حيجرب كده كده الفيديوهات موجودة في سليسل يعني كل سلسلة خاصة بحاجة معينة عندك سلسلة توليد الصوت بالذكاء الاصطناعي سلسلة توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي سلسلة توليد لسورة بالذكاء الاصطناعي مواقع الذكاء الاصطناعي دي السلسلة الاكبر اللي شاملة كل شيء وحاجات تانية كتير موجودة وسلاسل اخرى تانية كتير موجودة عندي على القناة فما تقلقش انت ممكن تشتغل براحتك جدا وتخش على السلاسل دي لما تكون فاضي وتبص عليها ولكن اللي بيخليني انزل بشكل مستمر هو تطور الهائل في الفترة الاخيرة دلوقتي المواقع بتعمل تحديثات بشكل مستمر وكل يوم تلاقي موقع بينزلك اصدار جديد سواء نموذج الدكاء الاصطناعي التكست العادي النصي سواء كان بيولد صور سواء كان بيولد فيديو ولأسف الشديد حتى الواحد ما بقاش ملاحق على التجربة بشكل يعني مريح شوية عن الاول يعني حتى ساعت بقيت احس ان الموضوع اصبح تريندي اكتر من هو ان كده تطلع تفاهم الناس حاجة معينة او تعرف الناس لان من المفترض ان المحتوى التعليمي ما يكونش محتوى تريندي المحتوى التعليمي من المفترض ان انا اطلع اكلمك عن الحاجة اللي انا اطلع اتكلم عنها بالراحة واطهمها لك ووصلها لك بكذا طريقة وهكذا المشكلة ان انت بتضطر ايضا ان انت تطلع دايما تتكلم عن التحديثات المستمرة لان انت بتلاقي المتابعين بيقولك تحديث جديد نزل ويسألك عنه وانت تبقى لسه اصلا يعني التحديث ديس نازل مبارح بالليل فليزم الواحد بشكل مستمر للأسف الشديد ويعني ويقصف ان انا اقول للأسف الشديد يطلع بشكل مستمر يتكلم عن التحديثات قدر الإمكان ومع ذلك لنستطيع ان نلم بكل هذه التحديث ممكن ارجع مرة تانية نفس الطريقة بتاعت فيديو كل يوم عدا يوم الجمعة والثبت وحاول اخلي الفيديوهات قصيرة قدر الإمكان بدل ما يبقى فيديو طويل مجمع الناس تذهب لما تعد تسمعه يعني فانا بفضل دايما الفيديوهات مثلا ماكسما بتبقى 15 دقيقة بالكتير قوي لما بيكون فيديو مجمع بحط فيه شوية أدوات بيبقى دايما بنزله حتى يوم الخميس لان الناس بيعندها اجازة تاني يوم فتقعد تسمعه براحتها النهاردة هتكلم عن ايه؟ نهاردة هتكلم عن الفرق ما بين صورة وكلينجي اي في توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي لان في بعض الجمهور او المتابعين بيستخدم النسخة المدفوعة من شاة جي بيتي او من اللي بيتفرجوا علينا حاليا طالما انت تستخدم النسخة المدفوعة من شاة جي بيتي بيبقى ليك حوالي 50 فيديو تقدر ان انت تنتجه من خلال صورة وصورة اللي اول مرة يسمع عنه هو بيستخدم في توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي انت تفاكرين ان دايما كنت اقول كلينج اي اي هو افضل المواقع في توليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي خصوصا كلينج اي اي الاصدار الحديث 1.6 وجربناه مع بعض عندنا من قريب على القناة وشفنا التنسخ في الحركة وديناميكية الحركة والاخطاء البسيطة اللي كانت بتحصل مع 1.5 بايش تحصل مع 1.6 فالنتيجة بتاعته رائعة جدا صورة ايضا جودته كويسة جدا والنهاردة ان شاء الله هنقارم نستخدم نفس الامر ونبتدي نقارن ما بين صورة وما بين كلينج اي اي في جودة الفيديو اللي بنحصل عليها والتفاصيل الموجودة في الفيديو اللي بنحصل عليها كانوا من انواع التجربة فرق مع بعض نتحوش في حدة هنجعلكم مرة تانية عشان بقوله create a text prompt اكتب لي امر نصي بيوصف واكتب انا عايزة اي بالضبط بيديني الوصف وبطلب منه ان هو يديني مشهد فيه details كتير لان هنا عشان اقدر احكم اكتر لازم حاجة يكون فيها تفاصيل كتير هنا بالنسبة لي الفيديو ده شخص راكب على ديناصور وماشي في الشارع والشارع من المحفوظ ان هو فاضي لان انا اقيل ان هو empty street طبعا هو الشارع فاضي بس فيه اشخاص ماشي على الرصيف زي ما انتوا شايفين والشخص ماشي بمنتهى لثقة ومن المفترض ان يكون فيه حاجات بقى ايه يعني يبين ان هي متكسرة شوية او فيه شوية ميس فوضى في الشارع لتيجة ان فيه ديناصور طبعا معدي او ماشي طبعا لو بصينا لكلنجي ايه هلاقي تبعا للامر وححط لك الامر في الوصف اسفل الفيديو علشان لو حابين انتوا تجربوا الاوامر اللي انا بستخدمها وتشوفوها بنفسكم او تجربوها بنفسكم المشهدين اعطيهولي الشخص راكب ديناصور اعطيهولي وهو ماشي انا مش شايفة وشه مش عامل لي close up على الوش ولكن هو طبعا بيورهولي وهو بيمشي من المفترض ان ده الاتجاه اللي هو ماشي فيه وهنا زي ما احنا شايفين التفاصيل حلوة قوي كلنجي ايه فيه ميزة حلوة قوي معرفش انتوا خدتوا بالك منها ولا لا وهي التباين في الالوان ودرجة تشبع الالوان التباين اللي هو الكونتراست ما بين الالوان بالنسبة لهو التناقض ما بين الالوان اللي بيستخدمهم دايما اللون وعكس اللون علشان يظهر المشهد اكتر الحاجة التانية التشبع بتاع الالوان ده ممكن شوية يخلي احساسك ان المشهد مش يعني مش مية في المية واقعي ولكن بشكل كبير جدا هو يعني جيد يعني بشكل كبير جدا هو جيد زي ما احنا شايفين يلا بنا نروح لصورة علشان نشوف الفيديو وطبعا انتاج الفيديو في كلينجي اي 1080 دقة الفيديو حتى دي برضو لازم اركز عليها معاكم عشان دلوقتي احنا هنشوف صورة الفيديو اللي احنا انتاجناه بوسط الصورة الفيديو ده بنفس الامر هو نفس الامر اللي انا استخدمته ومدته 5 ثواني ولكن الدقة بتاعته 720 بيكسل لو انا كمان عايزة فيديو مدته 10 ثواني في الحالة دي هستخدم الدقة 480 بيكسل فانا هنا حبيت ان انا عشان تبقى المقارنة واحدة هنا انا استخدمت البروفيشنال مود في الكلينجي اي واستخدمت هنا الـ 720 بيكسل 5 ثواني اولا هنا التباين في الالوان مش قوي زي كلينجي اي وده اللي مخلي يعني اوقعي اكتر الحاجة التانية ان هو هنا مش يعني التزم بحطة ان الشوارع فاضية خالص لكن مش باين الفوضى اللي انا طلبتها او ان نباين ان هو مثلا في ديناصور معادي في حاجة مكسورة يعني الالتساق بالامر الى حد ما نقدر نقول بنسبة 80% الى حد هنا بالنسبة للحركة الانتقال في الحركة شوية انا شايفك لينجي اي افضل شوية في حتة الانتقال بتاع الحركة او ديناميكية الحركة دي وجهة نظرية تعالوا نشوف فيديو تاني عملته ما بين صورة وكلينجي اي علشان ايضا نحكم عليه هنا ده مشهد من المشاهد عبارة نفس الامر بستخدمه في الاتنين بأكد على الموضوع ده نفس الامر هنا بالنسبة للامر عبارة عن اندر ووتر سين مشهد تحت المية لسمكة الوانها حلوة وفايبرانت انا طلبة الوان كده تكون الموضوع فيه الوان كتير زي ما احنا شايفين الكلينجي اي ممتاز جدا جدا الحركة حلوة جدا متنسقة جدا زي ما احنا شايفين التباين في الالوان حاجة تميزه يعني التباين في الالوان ممكن تخليه شوية تحس انه هو ممكن يكون مش رياليستيك قوي ولكن ايضا الفيديو حلو لو رحنا بقى الصورة عشان نبص على نفس الامر نفس الامر فيه تباين ايضا في الالوان حلو لكن انا عايزاكم تبصوا على حاجة بصوا الحركة بتاعت السمكة فجأة كده عشان يعني وهي بتتحرك حسيت ان فيه اتنين ديلي هنا فيه خطأ هنا فيه خطأ زي ما احنا شايفين فيه الحركة بتاعت السمكة ان فجأة بقى والشهة اتحول كده بالمنظر ده بقى ديل وديل يعني لا فيه حاجة غلط هنا في الفيديو فكلينجي اي حتى الان انا من وجهة نظريه هو متفوق طبعا انا اكيد مش بيعمل اخطاء دي باستمرار ولكن يعني انا شايف ان لا يعني كلينجي اي يتفوق في هذه الجزئية لو جيت لي فيديو زي ده في كلينجي اي الفيديو ده عبارة عن ايه شخص بيجري وخايف بصوا كلينجي اي بصوا المنظر بتاع الشخص وهو بيجري وتعبان وبينهج من كتر الجري لا بصراحة كلينجي اي ممتاز جدا 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 زي ما احنا شايفين رائع تعالوا نروح لصورة نبص على الفيديو نفس الفيديو ونفس الامر ولكن هنشوف بقى صورة انتاجة الفيديو باي شكل الفيديو حلو الشخصي بان طبيعي جدا وكل حاجة لا جودته حلوة برضو ولكن بنيجي كده في الاخر نحس ان الشخص طالع من الكدر يعني ما روش ليه الشخص طالع من الكدر بالمنظر ده يفروض لحد اخر وقت وموجود في الكدر ده بالنسبة لصورة ولكن جودة الفيديو ايضا جيدة هحط لك الثلاثة اوامر في الوصفة اسفل الفيديو علشان تجربهم اتمنى تكونوا استفادتم من فيديو نهارده بان قدامكم الفرق ما بين كلينجي اي وصورة ودي وجهة نظري دي اوامر يعني انا زب سبتها في استخدام صورة واستخدام كلينجي اي وده رأيي شخصي ولكن انا شايفة ان كلينجي بصراحة ممتاز جدا ودي وجهة نظري انا الشخصية ما عرفش انت وجهة نظرة هتبقى عاملة ازاي اريد تقولي في الكومنز تحت احب اسمع رأيك اشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد وزان بقول لكم في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الاعزاء متنساش اللايك وشير وكومنت دونتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته